اشتركوا في القناة 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 واخدين تونسيات واخدين مغربة واحنا كبدت مغربة عرض يعني ما نشوفش يعني نسمى كيفينش يعني آآ تونسي اخدى مغربية يعني وصلنا حاجة يعني خايفة. بلاك سمحتش براك. قرأ نشوف ان انا كاخدي التونسي طلعت على ثقافة واحدة اخرى. وشفت حاجة واحدة اخرين وتقاليد واحدة اخرين. وباش حاجات يعني براك. انا منش برشة سمحني معنا خاني دخل معاك. منا منش برشة بالجنسية متاع اللي باشتخف مغربية جزائرية تونسية. آآ بقدر ما يهمني الانسان شخصه هو. تربيته اخلاقه نفسه. ايه. ايه. هدا اعمل ما تكدر. انت احسن عني. تربيتي بخليقي بذلك. انا مش انت يعني تعمل معايا الخيب. انت تنتظر مني ان يعني انا. انا تسمع بيك يعني باش ندخل يعني في حاجة يعني انت كتقول مغربية تسمعها اتاك يقول لك سحارة. آآ. سمحني. يعني هو البني والخيب في كل بلاسة يعني ما نجموش احنا نحكم على دولة كالمغرب يعني. ام. دولة عندها تاريخ والكل. ونجي يعني انا شخص يعني ما كتقول المغرب في السحر. المغاربيات سحارة. يعني احنا نتعرضولو احنا كل يوم يعني. سمعني. ولا يقول لك لا المغرب في الفتاد. يعني سمحني يعني اي بلاد القلبية والخايب راه. يعني. يقولوا هي لك بتفاد ليك برشة حكاية السحر. ايما يقولوا لك بقلب دعابة. فاد ليك. لا لا فما لا قالوا هالي بقالوا ليش بتفاد ليك. فما يعني سابت لي يعني انا مع مغربين فما لي قال هالي بن مجد. يعني مش يفاد لك معايا. يعني في عركة. في عركة قال غيري. تجعت? انا انا عرف روحي شنو انا. انا عرف روحي. متأكدة اللي انتي تعرف روحك اما اما تجعت لما سني اتهمك بحاجة لني قتلك ولا جمال فيها يعني. يعني كيفاش يعني احمد تلك ما تقوله مكتوب يعني هو مكتوب يعني جمع بيني وبين راجلي هو تونتي وانا مغربية يعني هو مكتوب. مهم. يعني انا. مدام خنفهم حاجة معتها نوعا ما العليقة المتشنجة بينك انتي وبين دار راجلك. هي اللي خليتك تعيش من مشكلة ثني القطبة المرض هذي. اي. هي المشكلة اللي دي كلانشات للمرض الثاني. خطر انا بعد الولادة تعني متاع بنتي لولا. يعني انا عملت اه بي بي بلوز او هو ما يسمى كتئاب يعني ومبعد بلليت يعني هو المشكلة انا نقعت ستة شهور وانا نقول راجلا نحس بروحي ماني شقد بعد ادخلتش في هلوسا ودخلتش في. مهم. يعني مشاكل صحية والكل نفسانية والكل هو يقول لي انتي لبس عليك يعني. شنين اعراض اللي جيل انسينا اللي بفنق القطبة. يعني هي جي اعراض كتئاب حد. مهم. عندك يعني هي فيها دو فاز. يعني لفاز مانياك ولا فاز يعني لفاز مانياك لي انا يعني حالة من الهوس او الهوس الخفيف اللي هي يعني تحس بروحك عندك طاقة كبيرة وتفؤول كبير وتبدأ تحكي برشا وانك تلقى في النفس الزايدة. مهم. والكل فهم. وجيت عالتاني فترة انا كتدخل في. انسان شيخ نقول وحنا بالدرجة. عا في فور ما في جو. اه. في جو. مهم. ومبعد تودا وقود تحفيصات دي تخصيب لي وانك تدخل في اكتئاب حاد. بس يجب تبعد على العالم الخارجي بتاعك وما عاش يعني ما عاش عندك حتى رغم في حد شيء باش تبشي تخدم ولا بس عمل حتى شيء. يعني والمرض عنا نتاعي نعرف ان دي بارش عبيدي يعني يعني يوم النفس المرض نتاعي. مهم. حبيت حبيت نشد على حاجة يعني. انا حبيت نقول لعبيد انه المرض النفساني ما هوش ضاصف من الايمان. هدي اول حاجة. ومش على خطر احنا عبيد ما نخطر يعني جرحتنا في الكلمة هدي. يقولك لا انتي بعيفة في الايمان. وكانش تجي تكتب قرآن وقريته خيلك. وهدي دلول. وما تماش الحكاية هدي. يفي فما انسان يحب روح ومريدة. شكون اللي قالت هكا مدام. يعني. يعني فما مارش يعني يقولوها. ما عادي وهدا دلول وما تماش هكا وضاصم الايمان. وشيطانك اقوى منك. يعني انسان يعني يكون في حالة اكتئب يزيد يكتئب يعني. ما تلقاش يعني شكون مش يهزك من يدك والقلب. يعني اه بالحق بالحق. يعني انا يعني صلت لطبيبة قلت لا يعيسك يعني انا تعبت عندي تسعة سنين ولا انا اخوف الدوار بتاع العطان. نجي من وقفه تقول لي لا قتلك ان توقفت وراه. بتجيبش تنش فيه بعادية يا راه. انا عندي على فكر عندي خالي لي هو اختصاصي من الثاني في فرنسا. ويعمل لي يعني بالواتساب يعني جرسات مثل لي. يقول لي راه يا سلام ما ما تنجمش انتي توقف على دويك راه. انتي عبارة عندك مرض مزمن كيمة السكر كيمة التنسيون كيمة القلب. اسكل الناس اللي عندهم السكر والتنسيون والقلب ما يعرف مش ربي على خطر هداك. ما فهمت يعني العبارة يعني. هو ابتلاء من عند ربي. هو ابتلاء من عند ربي. والانسان لازمته في اللحظة هذيكة يعرف كيف يش يتصرف. ويعرف نوعا ما خنقولها معتها. فما برشة من الناس كيف كيف امرض. اه فهم جانب اخر من الحقيقة. فهم جانب اخر من الدنيا. هو ابتلاء. واللي يحب ربي يبتليه معتها. ما نبدوش العظمه. برشة امور من ذاتك. كيف خدفة مبرشة تهويل وبرشة تعويض وكأنه اللي يحكي هاكا ما يمردش في دنيا هذي. كل عرض. كل عرض. كل عرض. باش نتعرضوا الاكتئاب ولا باش نتعرضوا لاي مرض ولا باش نتعرضوا يعني انسان الكل عرضة. يعني اه. في الحالة هذي مادام خانت فعل معاك. زوجك نرمال مو يقف معاك. هو زوجي في فترة من الفترات اه. خلطت عليه الامور. عش نحكي لك يعني. في جانب انها مرتو. في جانب انها عيلتو. في نفس الوقت. ينزبو يختار واحدة بلسنينو. مش اه يعني انا شخصيا. رغم اللي انا يعني بطيت روحشة يعني انا كيفاش. فلت لفتازة انا وصل عيلت رازلي طردوني وانا نفسه وجدتني امي من المغرب يعني امي طلعت متنين بتاع مش نسام بالمدينة ولا ما نسميهاش. ايه سامي امي طلعت مصفيقة حتى التونس هي تبكي. يعني حاجة انا غضط يعني انا وصلت بعد المساس يعني انا عبطت سبعتاش اليوم بعد اه ولادنا القيساري. ومريدة يعني وربي يعني انتي كتشوف ان يعني راجلي عامل فيي ولا انه يحن علي ولا انه يعني رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني اذا تشوف انه راجلي عنده كالطابع يعني انه يعني هو يعرفني انني انا ما عنديش يعني عائلة يعني هو فيه راجلي فيه امي فيه بابا فيه كل شي يعني يعود لي العائلة متاعي الكل خليتها في الظغر. يعني اذا هو راجلي يعني متفعل معي ويعاولني عليش انت تحب تدخل في علاقتي مع راجلي ولا مثلا انك تحمش ولا عليش تعمل له هكا ولا كيفاش تعمل له هكا اذا هو انسان راضي وراضي بالشي اللي يعمل فيه. عيلته هي سبب يا مدام. بنت بيها يعني وانا حتى حاولت نطلح قديش من مرة. محبوش يتفعلوا معايا. انا والله عندي في الحياة. نبدأ في الحياة. ان العيشة هي قدر ما تقولوا انتم. العيشة قدر. انا بالنسبة لي وفاق اقدر وفاق العيشة. ايه يقولوا هاتويسة. بغض. بغض. بغض نظر على العمر. اي اي اي. بغض نظر يعني على العمر. يعني نجم انا يعني اه يعني انا كي جيت تبارك الله يعني اخوات راجلي ولادهم اكبر مني. كنت كيفاش? يعني بغض نظر على العمر فم احترام. فم احترام احنا تربينا نحترمه. يعني يعني لازمك تحترمني على خطر انا انا مرت خوك ولا انا مرت خالك ولا انا يعني فهمت كيفية. اه اه انفصلت على حاز ما فهمت. انت وراجل. يا لا ما احناش فاصل الله. ما زلتو ما ما معكم. كيفاش تعيشو دونك? اذا كان انت اليوم فهمت صعوبات? انت مذيذة? راجلك مش فاهمك? كيفاش قاعدين تعيشو? والله هو راجلي تقبل المرضى متى على خطر. انا حاولت انا انا دجا كي شخص الاطباء متى مرت تنائي القطب اللي هو يعني قاعدت نبحث يعني انا نحاول يعني نبحث على المرضى متى. دخل انا جدي معي في الجلسات مع الطبيب النفساني ونحاول يعني فهموا انه يعني راهو انا نجم طلقاني دي وما سباغد وما نش لابس والكل يعني حاولت انني نوصل له يعني المساج. اه الحمد لله يعني هو في النخر يعني كي شاف انني يعني حجم المعاناة اللي انا نعاني فيها يوميا والكل يعني هو فهم يعني. اه يعني هو مضامر معايا يعني كي ما نقوله يعني معايا معايا والحمد لله. شونا تحبة تقول زوجك. نشكره اه برشا. خطر انا في الدنيا هادية ما عندي حتى حد. اه. بخلاف وهو والزود ابنات يا ربي يفضلهم. ربي يخليهم لك ورب يعيشهم لك. يعيشك. يعني ونحب نشكر زيدة. اه. لان لانا ناخدهم في. اه. يعني اه. يعني كما تعرف يعني يعني ستريس والكل. انا اه شنقول يعني الصورة اللي اعطيها لي السنتر دابير اللي نخدم فيه. يعني غير الصورة اللي معروفة على يعني انا انا لقيت يعني العائلة بالكل بالمسؤولين بالاصحة. مه 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 مه. لقيتهم انهم هما عائلتي الكبيرة. يعني انهم هما يشدوا لي ديما من يدي ويقولوني سلمة. باش تتغلب على المرضى متاعك. اه. وحنا احنا معاك. يعني بالحق. يعني اه. انا الحمد لله لاني خرجت وتعرفت على بعض واحدة اخرين يعني من الجمهورية متاع تونس الكل يعني. شوات حاب تقول العائلة زوجك? والله كل مرب يهديكم. على خطر والله بالحق يعني انا بالعكس يعني انا نتمنى يعني انا وحدي هنا في تونس يعني. حابة لاني تكون عندي عائلة يعني. وشنوك شكون ان كان عائلة انتاعي يعني هي عائل عائل تراجي. انا حبيت نقول لهم تفهمون يعني تفهموا حجم المعاناة اللي انا قاعدا عاني فيها. يعني بالحق يعني طلق انساني شبروه. انا عندي منذ تسعة اثنين نرقد كان بدوى النوم يعني ما ننزمش نرقد من غير دوى النوم. يعني. انا رحب نشكر كبرشة على شان جهتك كدك دخلت معي اليومة. رحبا نقول لك اللي مرضى عمره ما كان عيب. وانشاء الله يا ربي فترة وتتعدى. انا حتى كعملت ما كذبش عليك حكيت معاك فالوف عملت روشير. شبحثت على المرض هذي. نلقاه سعيب. سعيب برشة. انه انسان يكون. انه يكون في فورما اف. ما تفهمش كيفاش يتبدل. تقول حط عبد ورد عبد. بحق. مش سهلة بالكل. الناس اللي تسمع فينا يقولك شو المرض هذي. انشاء الله ربي يشفيك يا مادام سلمة. وانشاء الله يا ربي تتحسن عليقتك مع عائلة زوجك. واحنا لكلنا اهلك في تونس رنام غاربة زرية ليبيا. تيب كلنا شنو المغرب العربي هو في الاخرتيحنا هكترا معتنا المنوون. اه? ونكون وكلنا يد واحدة هذي الحاجة اللي نتمنيوها من من قديم الزمان. انا يدولي انا الراديو متاعكم سمحني انا مدخل. انا الراديو في في سفاقة فهكا. انا في سفاقة. حبيث انا نقول لك حاجة انا كي زيت من المغرب قاتل بقى شو في سفاقس نعمل ستاج متى تطيب. خاطر تعلم ستطيب سفاقس نطيب. ايش الطيب ايش الطيب قولي تراه. نطيب المرايقة. اه? ونطيب كسكتيب البسدات ونطيب الهوصدان ونعمل الدنيا لكل يعني تعلم. هكا سفاقسي. اعطيني كل ما يقولوها في سفاقس تراه? اه? شو برشة هو برشة كليم. برشة كليم. يا للا ما حليها سفاقس ولا المغرب ولا تونس وكلها كلها بلاد واحدة. اه? ربي اشفيك مدام مرة اخرى. يا عيش الله يا ربي تتجاوز المشكلة الموجودة دي ما نقول لك. بالحق محليه لانسان لما يكون متصالح مع ذاته معتها. ونجم يتجاوز المراحل هذه. شكرا لك مدام سلمة. ميرسي. اعطيك الف الف سحة. قصة مدام سلمة رهي. انا حكيت معها في الكواليس قبل ما نبدأ في الانتين. فما جرح. فما جرح لما انساني سيب بلاده وسيب اهله ماليه. يمشي لبلاد اخرى ما يعرفوا فيه احد احد احد. اذا ما لقاش الناس ترحب بيه. وفاهمته. اعرفوا انه يتوجع. وجعه اخرى. في بلاسة اخرى. في بلاد اخرى. الله يبارك. ما نبعدوش بارشة على بعضنا. مغاربة ولا تزيرية ولا مصاروة. اما حبيت ولا كراتي.